بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أبناء الطلابينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله جميع وقاتكم بالخيرات أهلا بكم معنا مجددا في مقرر التربة الدنيا والدفاع على النفس للصف الأول المتوسط مهارة جديدة أو عنصر جديد من عناصر اللياقة البدنية والصحة اللياقة القلبية التنفسية والسرعة درسنا لهذا اليوم به عنصرين اللياقة القلبية التنفسية والسرعة قبل أن ننطلب الدرس نسترجع درسنا السابق ثم نجزع درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نصل في نهايتها إلى حصيلة معرفية بإذن الله وقبل الانطلاق دائما أبنائي نتأكد من توفر هذه المتطلبات الأساسية لممارسة الأنشطة البدنية حتى تكون ممارستنا سليمة بعيدة عن الإجهاد بعيدة عن الإصابات لا قدر الله لا بد أن نحرص على توفر هذه المتطلبات الراحة الكافية قبل ممارسة الأنشطة البدنية أيضا تغذية سليمة صحية متكاملة في مكوناتها وتوقيت مناسب لهذه التغذية قبل ممارسة الأنشطة البدنية بوقت كافي أيضا أبنائي لباس رياضي مناسب للنشاط أيضا مناسب لنا من ناحية المقاس أو نوعية التصنيع حتى يساعدنا في امتصاص العرق أيضا لا يكون ضيق يحد من حركة العضلات أيضا لا يكون طويل أو واسع بسببنا لعاقة أثناء ممارسة الأنشطة البدنية لا قدر الله أيضا أبنائي مكان مناسب للممارسة آمن علينا أثناء ممارسة الأنشطة البدنية ولا نغفل عن الإحماء المناسب لممارسة النشاط البدنية لتجهيز عضلات الجسم لتجهيز مفاصل الجسم لتجهيز الأجهزة الحيوية بشكل كامل لممارسة النشاط البدني دون التعرض إلى الإجهاد ختاما نتأكد أيضا دائما من شرب الماء قبل وأثناء وبعد ممارسة الأنشطة البدنية لتعويض فقدان السوائل الذي يحصل أثناء الممارسة عن طريق عمية التعرق ننطلق أبنائي في درسنا لهذا اليوم بتمارين الإحماء وتمريننا الأول من وضع المشي في المكان مع بعض نستعد نبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال نكرر مرة ثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحسن يا شباب نكرر مرة ثالثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة للمرة الأخيرة يا أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة قف الله يعطيكم العافية أبطال نهدى ونأخذ نفس عميق مع بعض ننطلق أبنائي إلى تمريننا الثاني اتفقنا دائما نتدرج من الأقل شدة إلى العلى شدة أو من السهل إلى الأصعب تمريننا الثاني من وضع الجري في المكان نأخذ مساحة كافية ونستعد نبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أبطال أبطال نكرر مرة ثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ويعطيكم العافية يا شباب نكرر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة للمرة الأخيرة يا أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة قف الله يعطيكم العافية يا أبطال أيضا نهدى ونأخذ نفس عميق نكرر مرة ثانية يا أبطال يعطيكم العافية تمرين الثالث أبناء ذراعين جانبا بهذا الشكل نعمل دوران الذراعين للخلف في ثمان عدات ثم نعود دوران الذراعين للأمام في ثمان عدات تمرين استعد ابتدي ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أعطيكم العافية دوران الذراعين للأمام واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نحرص على استقامة الذراعين على شان نستفيد من التمرين أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أبطال أبطال للأمام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ممتازين مرة أخيرة دوران الخلف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف يعطيكم العافية أبطال نهدى ناخذ نفس عميق مع بعض ننتقل لتمريننا بهذا الشكل تبادل قذف أو تبادل فتح ضم القدمين مع تبادل رفع الذراعين جانبا أسفل عن أسفل تمرين استعد ابتدي واحد ثنين ثلاثة أربعة واحد ثنين ثلاثة أربعة أحسن يا أبطال واحد ثنين ثلاثة أربعة واحد ثنين ثلاثة أربعة واحد ثنين ثلاثة أربعة واحد ثنين ثلاثة أربعة أحسن 2 3 4 أبطال 2 3 4 1 2 3 4 نستمر 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 أحسن 2 3 4 1 2 3 4 آخر مرة جماعة قف الله يعطيكم العافية أبطال نهدى نأخذ نفس عميق مع بعض هنكرر مرة ثانية أبطال يعطيكم العافية من هذا الوضع نسند ذراعي للخلف نرفع القدمين على الأرض قليلا ثنين ركبتين على الصدر ثم مدها في عدتين تمريل مع بعض استعد ابتدي 1 2 3 4 1 2 3 4 أحسن 2 3 4 أبطال 2 3 4 1 2 3 4 أحسن 2 3 4 استمر 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 أحسن 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 5 5 1 3 4 5 جماعة قف يأتيكم العافية أبطال تمريل متعب لكن مع التكرار مع التعود يصير التمرين سهل الهدف طبعا تقويت عضلات البطن أيضا تقويت عضلات الفخذين الخلفية والأمامية مع بعض يا ابنائي ننتقل إلى تمريلنا أو تمريل إيطالة العضلات تمريلنا الأول من تقاطع القدمين أو الجسم وحرص على استقامة مفصل الركبة حتى تستفيد عضلات الساق الخلفية عضلات الفخذين الخلفية عضلات الجذع من عملية الإيطالة لابد أن نكون مفصل الركبة مستقيم نضغط ونثبت ثمان عدات يلا يا أبطال مع بعض استعد ابتدي 1 2 3 4 5 6 7 8 أبطال نبدل القدمين أيضا استقامة نفصل الركبة ننزل ونثبت ثمان عدات 1 2 3 4 5 6 7 8 يعطيكم العافية يا أبطال بدل القدمين نضغط ونثبت ثمان عدات 1 2 3 4 5 6 7 8 للمرة أخيرة يا أبطال 1 1 2 3 4 5 6 7 8 قف 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 5 5 6 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 أعطيكم العافية يا شباب نكرر مرة ثانية المرة هذه ننزل بمسافة أبعد 1 2 3 4 5 5 6 7 8 مرة أخيرة يا أبطال ننزل ونسبة ثمان عدات 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 أربعة خمسة ستة سبعة تمانية نضغط اليمين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية مرة أخيرة اليسار يا أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف يعطيكم العافية يا شباب نأخذ نفس عميق مع بعض تمريننا الأخير نهدف إلى إطالة عضلات الفخد الأمامية أيضا إطالة عضلات الساق نضغط القدم من الخلف ونثبت ثمان عدات لليمين ثمان عدات ثم اليسار ثمان عدات استعد ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية قدم اليسار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قدم اليسار مرة أخيرة مرة أخيرة يا أبطال واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف الله يعطيكم العاية يا شباب نأخذ نفس عميق مع بعض نسترجع مع بعض ابناء الطلاب مهارتنا السابقة في درسنا السابق ثم ننطلق بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا لهذا اليوم مهارتنا السابقة بناي مسك المضرب الوحدة وحدة التنسل أو وحدة ألعاب المضرب أخذنا فيها بمجموعة المهارات وأخذنا فيها أيضا تعرفنا على بعض قوانين اللعبة لأثناء المنافسة نسترجعها بشكل سريع ثم ننطلق في عناصر الياقة البدنية وحدتنا لهذا اليوم بناي الطلاب مسكة الشرقية للمضرب أتفقنا بناي الطلاب قبل أن نمارس لعبة التنس إذا لم نتعلم المسكة الصحيحة للمضرب تلقائيا تكون ضرباتنا للكرة غير سليمة إذن دائما في معظم مهاراتنا نتعلم وقفة الاستعداد ثم نعود نتعلم الجزء الثاني المهارة في التنسل الأرضي قبل أن نتعلم وقفة الاستعداد نتعلم مسك المضرب وهي الأداء التي نستخدمها فالضربات سواء كانت الأمامية أو الضربات الخلفية أو الإرسال ثم نتعلم وقفة الاستعداد بناي الطلاب أتفقنا المسك المضرب بطريقة صحيحة أهم عوامل تساهم في حسن أداء المهارة المسكة الشرقية بناي الطلاب تعد من أكثر الاستخدامات شوعة بين ممارسي لعبة التنس تسمى أحيانا بمسكة المصافحة وسبق ذكرنا أبناء الله في درسنا السابق أنه عندما نمسك المضرب كأنك تصافح المضرب وهذا سميت مسكة المصافحة أيضا تعرفنا على طريق تداء المهارة كيف نقبض على المضرب بشكل سليم المسافة بين الإبهام والسبابة كيف تكون أيضا الشكل الذي نشكله بالإبهام والسبابة أثناء القبض على قاعدة المضرب أيضا أبناء الطلاب تعلمنا وقفة الاستعداد إذن تعلمنا الطريقة الأولى وهي أو المهارة الأولى كيف نمسك المضرب بشكل صحيح ثم تعلمنا وقفة الاستعداد حتى تكون أو عندما نودي المهارات الضربات الأمامية الضربات الخلفية الإرسال يكون عندنا توازن صحيح للجسم أثناء أداء المهارات ووقفة الاستعداد تتفقنا دائما يكون لدينا مسافة أو مساحة بين القدمين تعطينا توازن أثناء أداء المهارة أيضا لا بد يكون عندنا انثناء خفيف أو عدم تصلب في مفاصل الرقبتين عندما يكون عند الجسم فيه ارتخاء مناسب وارتخاء شديد ارتخاء مناسب نستطيع أداء المهارات بشكل سليم أبناء الطلاب نواحي الفنية ذكرنا أيضا سابقا اتخاذ الوضع الصحيح فتحا بين القدمين أيضا ثني الركبتين قليلا ميل الجذع الأمام قليلا ثم تعرفنا على الضربة الأمامية بوجه المضرب واتفقنا الضربات الأمامية هي تلك الضربات التي تؤدى بوجه المضرب بعد ارتداد الكرة لمرة واحدة من الملعب تستخدم بشكل كبير جدا أثناء المنافسة تعرفنا أيضا على الطريق الصحيحة أو النواحي الفنية لأداء هذه المهارة ذكرناها في درسنا السابق تعرفنا على بعض القوانين التي تحكم منافسة لعبة التنس أنواع المباريات اتفقنا أن هناك مباريات فردية مباريات زوجية مباريات زوجية مختلطة أيضا ابناء الطلاب تعرفنا على الملعب الذي يودى فيه منافسة التنس واتفقنا أن هناك أنواع من الأرضيات لهذا الملعب هناك الأرضية بالنجيل الصناعي أو أيضا عندنا أو الملعب الترابية اتفقنا أيضا أن إذا بدأت بطولة على ملعب معين تستمر البطولة على هذا الملعب حتى تنتهي إذا كانت ملعب ترابية تستمر على هذا إذا كانت ملعب من العشب الصناعي تستمر على هذا الشكل أيضا تعرفنا على أبعاد الملعب سواء الطولة أو العرض وعناصر لعبة التنس الأساسية اتفقنا هناك ملعب التنس الشبكة وذكرنا ارتفاعها أيضا الكرة ذكرنا أيضا المضرب هذه العناصر الأساسية في لعبة التنس وتعرفنا من ضمن النقاط القانونية لهذه اللعبة كيف تحسب النقاط أو كيف يتم إحراز النقاط وماذا تسمى النقطة الأولى ويعبر عنها بالرقم 15 النقطة الثانية يعبر عنها بالرقم 30 وهكذا ذكرناها أيضا بناء الطلاب في درسنا السابق هناك أساسيات في اللعب وهناك أشياء محظورة هنا لعبنا للعبة التنس الأرضي أو ثناء أداء منافسة التنس الأرضي ذكرناها أيضا بناء الطلاب في درسنا السابق وذكرنا بصورة توضيحية الأبعاد الصحيحة للملعب ارتفاع الشبكة الطول العرض كم يكون الطول للألعاب الفردية كم يكون الطول أو للمباريات الفردية كم يكون الطول للمباريات أو المنافسات الزوجية ننطلق ابناء الطلاب درسنا لهذا اليوم عنصرين من عناصر اللياقة البدنية في منهج الترى البدنية والدفاع عن نفسه للصف الأول متوسط اللياقة القلبية التنفسية والسرعة عنصر اللياقة القلبية التنفسية هو أحد عناصر اللياقة المرتبطة بالصحة السرعة هو عنصر من عناصر اللياقة البدنية لكن مرتبطة بالعداء اللياقة القلبية ابناء الطلاب قدرة الجهازين الدولي والتنفسي على أخذ الأكسجين من الهواء الخارجي ونقله إلى العضلات التي تم إنتاج الطاقة المناسبة لأداء نشاط رياضي معين أهميتها كونها مرتبطة بأمراض القلب التي قد تؤدي للوفاء لا قدر الله أيضا وسيلة مهمة للوقاية من الأمراض والتأهيل بعد العمليات الجراحية أما دورها تساعد على تحديد قدرة الفرد على أداء مهامه وإنجاز أنشطته بشكل صحيح تعطي الطبيب أو مدرب اللياقة البدنية صورة صحيحة عن مستوى اللياقة التنفسية التي تساعد في كتابة وصف مناسب للتمارين أو الأداء للممارس لماذا نفحص اللياقة القلبية التنفسية ابنائي؟ تعطي الطبيب أو مدرب اللياقة البدنية صورة صحية على مستوى اللياقة التنفسية التي تساعد في كتابة وصف النشاط البدني المناسب مبنية على أهم هذه الأسس العمر الحالة الصحية لأمراض التي يعاني منها المفحوص أو الشخص الذي يؤدي النشاط أيضا يمكن يتعرض لها أثناء الممارسة والسلوكات الحياتية التي يمارسها أيضا هذا العنصر يعتمد على نوعية الممارسة الحياتية بعض الأشخاص يكون خامل في حياته خلال يومها الكامل بعض الأشخاص لا يمارس أنشطة يمارس مهام حياتية وبالتالي تختلف من شخص إلى آخر الاختبارات المبسطة لقياس اللياقل القلبية التنفسية أبنائي هناك مجموعة من الاختبارات اختبارات معملية أيضا هناك قياسات ميدانية كذلك أبنائي من ضمن هذه الاختبارات المشي والجري مسافة 1200 متر عن طريق هذا الاختبار نستطيع أن نقيس أو مدى القدرة قدرة الشخص على أو مدى تطور اللياقة القلبية التنفسية لدى هذا الشخص على الفرد أن يمشي أو يجري مسافة في أقل زمن ممكن عندما نقيس هذا أو عندما ندي هذا الاختبار نستطيع عن طريق قياس أو حساب الزمن بين نقطة وأخرى أن نقيس هذا العنصر من عناصر اللياقة البدنية أيضا المشي أو الجري لمدة 12 دقيقة جري هذه المسافة لا تكون طويلة حتى يمكن المفحوص المحافظة عالمية على نسبة أداة كامل من اللياقة القلبية التنفسية ولا تكون قصيرة بحيث لا تعطينا قياس صحيح لللياقة لدى هذا الشخص الذي يمارس هذا الاختبار هناك اختبارات أخرى بنائي اختبار صندوق الخطوة اختبار الدراجة الثابتة المتحركة واختبار السير المتحرك كما نشاهد في الصورة التي أمامنا هذه مجموعة من الاختبارات عن طريق هذه الاختبارات نقيس لدى الشخص المفحوص مدى إياقة القلبية التنفسية لننمي هذه اللياقة القلبية التنفسية بنائي الطلاب نمارس بعض الأنشطة الهوائية التي تستخدم فيها الأكسجين كمصدر للطاقة مثل المشي والمشي السريع والجري ورقوب الدراجة والسباحة وغيرها العنصر الثاني بنائي الطلاب من دلسنا ليه هذا اليوم وهو عنصر السرعة هذا العنصر مرتبط باللياقة لكن يعتمد على أو نقيس فيه مستوى الأداء هي سرعة الانقباضات العضلية عند أداء حركي معين السرعة نعبر عنها بأنها سرعة الانقباضات العضلية عند أداء حركي معين يمكن أيضا تعريفها على أنها قطع مسافة معينة في مدة زمنية أقصر من ضمن الرياضات التي تعتمد على السرعة الرياضة العدو سباحة المسافات القصيرة الرياضات الجماعية ككورة القدم كورة السلة كورة اليد أيضا هناك رياضات فردية تعتمد على هذا العنصر من عناصر اللياقة البدنية عوامل أيضا تعتمد عليها السرعة وأهم هذه العوامل نسبة الخلايا البيضاء في العضلة إلى نسبة الخلايا الحمراء. كلما ارتفعت نسبة الخلايا البيضاء في العضلة كلما كانت السرعة أفضل. كلما قلت كلما كانت السرعة أبطأ أو أقل طرق تطوير هذا العنصر بناء الطلاب العدو لمسافة 30 أو 40 أو 50 متر من خلال هذه الممارسة أيضا ممارسة للعاب الجماعية التي تعتمد على هذا العنصر نستطيع أن نطور هذا العنصر كذلك تم قياس السرعة أو قياس عنصر السرعة عن طريق الزمن الذي نستغرقه لقطع مسافة معينة بمراجعة بسيطة بناء الطلاب سؤالين سريعة نسترجع بعض النقاط التي مرت علينا خلال هذا الدرس. السؤال الأول ما هي اللياقة القلبية التنفسية والسؤال الثاني بماذا نعرف السرعة ذكرنا أن اللياقة القلبية التنفسية هي استرجعها مع بعض أبنائي اللياقة القلبية التنفسية هي قدرة الجهازين التنفسي والدوري على أخذ الأكسجين من الهواء الخارجي ثم نقله عن طريق الجهاز الدوري إلى العضلات لإنتاج الطاقة اللازمة لأداء العنشطة البدنية طيب بماذا نعرف السرعة؟ أيضا عرفنا السرعة خلال سيرنا في هذا الدرس عرفنا السرعة أبنائي على أنها سرعة الانقباضات العضلية عند أداء حركي معين أيضا عرفناها بأنها قطع مسافة معينة في زمن أقل ختام درسنا أبنائي الطلاب إلى أن ألتقيكم بإذن الله سبحانه وتعالى في دروس قادمة أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة